تتعدد مؤسسات وهيئات الرقابة المنوط بها رصد قضايا الفساد في الدولة ما بين رسمية وأهلية كهذا المركز الذي يقول العاملون فيه أنهم يدعمون الشفافية ويحاربون الفساد كما تتكاثل التقارير والقضايا التي تكشف ما أقر به مسؤولون مصريون من أن الفساد قد بلغ الأعناق حجم الفساد نوعين مستطر وظاهر الظاهر هو ما يزهر في الموازنة العامة للدولة وهو النسبته لا تزيد عن 10% المستطر هو ما يشمل كافة أنواع الفساد الموجودة في مصر من الاستيلاء على الأراضي التعامل بالرشاة التعامل في المجاملات وبالتالي هذه الأرقام لا تزهر في الموازنة العامة للدولة وحجمها يزيد على 90% من حجم الفساد الذي الظاهر في الموازنة العامة للدولة وحجم الفساد في مصر يتزايد هذا العام عن الأوام السابقة والعام القادم أكثر من العام الحالي الفساد الذي تؤكد الدولة ملاحقته ومحاسبة مرتكبيه يلمسه المواطن في تعاملاته اليومية مع مؤسسات رسمية وغيرها ووفقا لخبراء فإنه يمثل مجرد قمة جبل الجليد الذي يطفو على السطح بالتأكيد ما زال فطورة الفساد كبيرة وإن كان هذه الفطورة عادة تصنف على أنها فطورة غير معلومة على وجه الدقة لأن الفساد مؤكد أنه ما يتم اكتشافه قد لا يتعدى 10 أو 20% من الفساد الحقيقي الخساد التي تتكبدها الدولة هو عدم كفاءة الاقتصاد لأنه حينما يكون هناك فساد فمؤكد أنه بيكون فيه محسوبية في الاختيار في عدم عدالة في توزيع مواجد التنمية على المجتمع ككل هذا يقلل من درجة الانتماء والولاء للدولة مع معاناة المواطن في تدبر شؤون حياته تواجه الخطط الاقتصادية على مستوى الدولة وفقا للخبراء صعوبات ومعوقات جراء تغلغل الفساد بين أركانها بين الغلاء والفساد يأن المواطن تحت وطأة تراجع مستويات المعيشة والأزمة المالية فيما يحذر خبراء من فطورة باهظة يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب انتشار الفساد في قطاعاته المختلفة كسين النجار اليوم على الحرة القاهرة